اشتركوا في القناة يكشب يفهم وروحك يعلم تجمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كتابك عينيّة تشوفك ويلبسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلا بك عزيز المشاهد في برنامج فحصينا الكتب وصلنا في درستنا إلى سفر المزامير هذا السفر العظيم الذي كتب على مدى ما لا يقل عن ألف سنة أقدم من كتب فيه موسى رجل الله اللي كتب مزمور تسعين وموسى كان قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة وهناك مزامير كتبت بعد الرجوع من السبي البابلي تقريبا في القرن الخامس قبل البلاد هذا السفر العظيم يحول كثير من الدروس والنفر أدعوك أن تستمتع بدراسة سفر المزامير عبر برنامج فحصينا الكتب تسبيحة مزمور لبني قرح لإمام المغنين على العود للغناء قصيدة لهيمان الأزراح يا رب إله خلاصي بالنهار والليل صرخت أمامك فلتأتي قدامك صلاتي أمل أذنك إلى صراخي لأنه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت حسبت مثل المنحدرين إلى الجب صرت كرجل لا قوة له بين الأموات فراشي مثل القتلى المتجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعده وهم من يدك انقطعوا الأعداد اللي سمعناها دلوقتي من مزمور تمانية وتمانين في الحال المزمور كله يعتبر من أكثر المزامير في كل الكتاب بل أكثر جزء في كل الكتاب كآبة وغمود وأحزان حتى البعض اعتبر هذا المزمور رجل الأحزان في مواجهة الموت ورجل الأحزان هو الذي سبب السرور للملايين بل سبب السرور لقلب الله نفسه كنت لذاته كل يوم لكن لأجلنا عندما مضى إلى الصليب بنشوف هذه الكلمات تعبر عن اختبار الرب يسوع المسيح في مواجهة الأحزان الكئيبة واعتقد هناك ارتباط بين ختام المزمور السابق وبداية هذا المزمور أو كل المزمور ختام المزمور السابق بيكلمنا أن كل السكان في المدينة مغنون كعازفين بينما هذا المزمور بيكلمنا عن الأحزان الكئيبة والكثيفة من رجل الأحزان وأدر أقول أن المسيح تحمل الأحزان لكي يضيقنا نحن الأفراح إحنا بنرنم وحنرنم إلى أبد الآبدين لكن ليس بالانفصال عن أحزان المسيح وصرخاته الرهيبة اللي حنشوفها وإحنا بندرس هذا المزمور اللي فعلا من أصعب المزمير بتكلمنا عن الأحزان الكثيفة لرجل الأحزان رغم أن هذا المزمور زي ما أشرت حضرتك إخ يوسف يبدو أنه أكثر الأجزاء ظلاما وكآبة لكن فيه تعبير معز جدا عندما يقول الكاتب يا ربه يا الله خلاص إذن من يعاني في هذا المزمور مؤمن حقيقي مولود من الله وأعتقد هذا يحمل تشجيع للكثير من المؤمنين أولاد الله اللي بمروا في ظروف غاية في الصعوبة أو ألام نفسية ثقيلة ورهيبة بيشجحهم أن الرب لا يمكن أن يتركك أبدا في هذه المعاناة والمحن نحن عندنا ثلاث نظرات دايما بنوص اليوم للمزامير نظرة اختبار المؤمن الفرد ونظرة شعب الله والبقية في الضيق وفي الفرج وبعدين نظرة إلى المسيح في ألامه وأمجاده إذا قلنا نظرة المؤمن الفرد وألام المؤمن الفرد فغريب جدا أن بعض المؤمنين بيستبعدوا احتمالية المرور في ألام طالما قد تقابلوا مع المسيح بيظن أنه طالما قبل المسيح فتم إعفاءه تماما من المرور في دوائر الضيق والألم لكن حال مزمور ده بيحطنا قدام حقيقة واقعة أنه فيه ألام ممكن تنتظر المؤمنين في الطريق وقد تطول دائرة الألام واضح جدا لما بيقول يا رب إله خلاصي بالنهار والليل وصرخته أمامك يصرخ من الضيق مش بس في النهار لكن في الليل تعاقب دوائر الألام عارف لما يكون الألام بالليل ويجي النهار تخف ممكن تاخد نفسك شوي عارف لما يكون يوم ويوم لا تاخد نفسك شوي لكن لما يقول نهار وليل يعني 24 ساعة استمرارية الضيق لفترة طويلة ده بيصحق المؤمن فالمزمور بيقول لا وارد جدا أن المؤمن يكتاز في ضيق لكن من له في الضيق ده اللي احنا نعرفه والأمة ستكتاز في ضيق في المستقبل لكن النظرة الأشمل والأعظم لما نتكلم عن ابن الله في تفاصيل كثيرة في هذا المزمور الذي دخل إلى الضيق ودخل الضيق إلى نفسه برضو بالارتباط بالنهار والليل يقول في المزمور 22 في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي ينفس عن ألام الشديدة فلتأتي قدامك صلاتي أمل أذنك إلى صراخي إذا طبقتها على المؤمن كفرد أخيات زي ما أنت قلت التطبيق الأول أقول لا وسيلة لمؤمن في ضيق نفسية بالذات في حالة من الضغط النفسي أو الاكتئاب إلا أن يصمم على أن يصلي كتير سمعنا منهم الأبارة دي أنا مش قادر أصلي وبيبقى معذور بس الحقيقة يمكن يحتاج شخص معاه يدفعه ويشجعه للصلاة ليه لأنه ده على أحد بينكم مشقات الحل إيه فليصلي فلتأتي قدامك صلاتي لكن كمان رب المجد التطبيق العظيم للمزمور ماذا فعل وهو الذي واجه أشد حالات الحزن ابتدأ يدهش ويكتئب ويصل الكآبة في عمقها إلى نفسي حزينة جدا حتى الموت طب ماذا فعلت يا رب كان يصلي من عمق ألمه بيتعصر في جستيماني مع صارة الزيتون بيتعصر لكن ليس له غير الآب يا أبتاء إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس أعتقد هذه الأفكار نشوفها في العنوان بتاع هذا المزمور على العود للغناء أو بحسب الترجمة التفسيرية على الناي الحزين للغناء الخافت فعلا صورة المسيح بصفة خاصة وهو في بستان جثيماني وبعد كده لما مضى إلى الجلجوسة في بستان جثيماني نفسي حزينة جدا حتى الموت وماذا عندما مضى إلى الجلجوسة أما إليكم يا عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزن الحقيقة الحقيقة ما كانش في حزن زي حزن المسيح عندما كان معلق على الصليب مش بس في أول هذا المزمور لكن لما نوصل لآخر كلمة برضو بتشوف صورة المسيح وهو معلق على الصليب أبعدت عني محباً وصاحباً معارفي في الصليب وأخي يوسف من العبارات اللي تستلفت نظرنا في إشعية 53 تسعة أما الرب يهوى فصر بأن يسحقه وكان إيه؟ إيه وسيلة الصحق بالحزن حالة رهيبة من الأحزان اللي إحنا منقدرش نتصورها الحقيقة وهو في ساعات الظلمة على الصليب يعني غريب جداً إن العنوان زي ما حالك شرط اللحن الخافد على الناي الحزين مع إنه جوه المزمور بيتكلم على صراخ هل ممكن يكون هناك صراخ لا يسمع من البشر؟ إيه حالة فيه صراخ من النفس المكسورة أوقات بتكون النفس وهي مكسورة تصرخ إلى الله الشفتان فقط تتحركان والصوت لا يسمع كما حدث مع حنة كانت مرة النفس مكسورة صرخت إلى الله صراخات لم يسمعها عالي لكن أذن رب الجنود قد مالت وسمعت هذا الصراخ يعني الأنات الداخلية عمقها يتوقف على درجة الألم ممكن يكون ألم رهيب جداً محدش حاسس بيك للي معك في البيت حاسس بيك ولا للي معك في الاجتماع حاسس بيك لكن هذا الصراخ الصامت الخافت يسمعه الله عشان كده يأتي قدامه صراخي المؤمن بينصحك فيه ظروف كتير بتصحق المؤمن واعتقد هذا المزمور بيكشف قلبي وقلب كل أولاد الله من يكتزونه في درب الألم هل ممكن يصل الحزن والاكتئاب بالمؤمن إلى درجة أنه قريب من الموت هو قال كده بالضبط حياتي إلى الهوية دنت لكتر الحزن والضيق والمصائب حياتي إلى الهوية دنت طب تعمل إيه؟ رحل المفتاح بيجو قدام الله يصرخ أمام الله تأتي صلواته أمام الله مؤثرة الآية اللي بتقول شبعت من المصائب نفسي المسيح باعتباره رجل الأوجاع مختبر الحزن كل صنوف الألم المتنوعة ماذا عن ألم الجسدية من أيدي الآثم؟ ماذا عن ألم نفسية من الغادر والخيان؟ ماذا عن الألم الكفارية التي لا طاقة لعقولنا أن تستوعب هذه الألم الكبيرة؟ لكن كمان في تعبير جميل أيضا في نهاية عدد خمسة عندما يقول الرب النبوة صرت كرجل لا قوة له ونحن نعرف أن في الجلجثة المسيح صلب من ضعف ويقول أيضا بالنبوة لأن قوتك قد فارقتني هذا ما نرى في هذا المزمور عن المسيح يابست مستشخف قواتك البعض عمل ثلاث صور في هذا المزمور والصور معبرة جدا ومؤثرة للغاية أول صورة شخص يسحف إليه الموت ببطء ولكن بسبات يقول كده لأنه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دانا تحية شخص عارف أنه هي دقائق أو ساعة على الأكثر وتنتهي الحياة بيبقى شعوره إيه؟ دي أول صورة بنشوفها في عدد ثلاثة لكن مش بس كده في عدد أربعة يقول صرت كرجل لا قوة له واحد شبهها بتشبيه في منتهى القوة والبلاغة أنه في معركة الكل مات هو ما متش لكن مش قادر ينطق ويقول للناس يا جمع أنا لسه عايش وهم جايين حياخدوه ويرموه في المدفنة مع الذين ماتوا وهو مش قادر يقول أي حاجة إيه الشعور ده شيء مرعب يعني إذا كان الصورة الأولى رهيبة الصورة الثانية أكثر رعباً الصورة الثالثة حنشوفها في عدد سبعة أو تمانية أبعدت عني معارفة جعلتاني ركساً له نقدر نفهمها زمان أيام الأبرص ما حدش يقرب منه ونقدر نشوفها النهاردة في الكوفيد يعني ناس كتيرة للأسف كان في القوضة يحطوله الأكل على الباب وما حدش يقابله طب يا عمي عايز أشوف حد عايز حد يمسك فيه لا ما حدش يقدر يقرب منك ولا تقرب من حد شيء مرعب ثلاث صور ونقول إن حبيب القلب الرب يسوع المسيح اكتازة فيها زي ما حدش اكتاز على الإطلاق ما حدش شاف حزن زي الحزن اللي شافه المسيح حبت بنا وضعتني في الجب الأسفل في ظلمات في أعماق علي استقر غضبك وبكل طياراتك ذللتني أبعدت عني معارفي جعلتني ركسا لهم أغلق علي فما أخرج عيني ذابت من الذل دعوتك يا رب كل يوم بسطت إليك يدي أفلعلك للأموات تصنع عجائبا؟ أم الأخيلة تقوم تمجدك؟ هل يحدث في القبر برحمتك؟ أو بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك؟ وبرك في أرض النسيان؟ القسم الثاني من المزمور في الأعداد من ستة إلى تناشر أقدر أشوف فيه فكرتين الفكرة الأولى من عدد ستة إلى تسعة إذا طبقتها على الرب يسوع المسيح زي ما اتكلمنا كتير في الجزء الأول لما بيخاطب الله وبيقول له وضعتني في الجب الأسفل في ظلمات في أعماق علي استقر غضبك وبكل طياراتك ذللتني والكلمة المؤثرة جدا غضب الله عندما يستقر على ربنا سوع والحقيقة لا نستطيع أن نقول أنه في تاريخ البشرية استقر غضب الله الله العادل مثل ما حدث عند الصليب فإذا كان على الخطى إلى الآن فيقول عنهم بولس وهو بيتكلم في أسينة في أعمال 17 أن الله ليس عن كل واحد ببعيد يعني حتى إنسانيا لسه معرفتوش ما تقدرش تقوله أن الله غضان أو حاجب واجهه عنك لا وللمؤمنين من المستحيل إطلاقا أن الله يغضب في وجوههم أو يبتعد عنه لكن الأمر اللي حصل مرة وحصل فيه جلجوسة مع المسيح أنه ترك أنه احتمل الغضب الإلهي علي استقر غضبك وبكل طياراتك ذللتني مهما وصلت كآبت أي إنسان لك الحقيقة مش ممكن تصل إلى هذه الدرجة من الاختبار المرير الصعب جدا والسؤال لماذا قيل هذه الكلمات على المسيح على يستقر غضبك نعم لسبب بسيط لأن الرب وضع عليه إثم جميعنا حمل هو نفسه خطياني في جسده على الخشب فعندما استقرت عليه الخطايا كان يجب أن يستقر عليه الغضب والتعبير الملفط أيضا مش ببعض تياراتك بكل تياراتك فالأهد الأديم شفناه بعض لمحات من غضب الله تجاه الخطيئة عندما فاض الماء على العالم القديم فهلك عندما أمطارا من السماء نارا وكبريتا لكن في الصليب لم يكن بعض الغضب لكن كل تيارات الله عجت فوق رأس المسيح كالبديل وجمع صور الغضب ديت في المسيح يعني حقا شرطي إلى طفان المياه ده كان علامة على غضب الله على الأرض ودينونة الطفان ده بالمياه ومدينة سادوم وعمورة رمضها الرب بالنار دي دينونة النار وفي أرض مصر كان الظلام جاء تعبيرا عن غضب الله طف الصليب التلاتة اجتمعوا معا هنا على الأقل بيشير إلى اتنين لما يقول وضعتني في الجب الأسفل فيه الظلمات وبعد كده بيتكلم عن المياه ودينونة المياه لما بيقول في أعماق علي السقر غضبك وبكل طياراتك ذللتني ملك والغضب يا رب كالإنسان الكامل له كل المجد كان يستقر عليه كل الرضا ده الرجل رفيق رب الجنود ده المشار إليه بالرجل في مظنور واحد الذي لم يسلك في مشورة الأشرار لم يقف في طريق الخطى لم يجلس في مجلس المسازئين كان عليه كل الرضا لكن في نيابة وبدلية تامة جاء عليه كل الغضب واستقر عليه على الصليب برضو عدد تسعة دعوتك يا رب كل يوم بسطت إليك يدي بتفكرني بمظمور اتنين وعشرين إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي يعني وكأن الرب له كل المجد في هذه الأوقات بيتلمس وقت يصرخ فيه إلى إلهه لكن السماء مغلقة أغلقت السماء أمام ربنا يسوع وهو ينوب عنا وتوضع عليه خطيانا ويمثل كل مننا أمام العدل الإله في وقت اليسري والحال المريح ممكن تلاقي الواحد حواليه أصدقاء إياما في أصدقاء يعني بيكونوا معاك لأسباب وفي ناس بتسأل عنك لأسباب لكن لما يكون الواحد موضوع يعني اتحط عليه الغضب والألام والضيق ممكن تلاقي الأشخاص يبتعدون عنك هنا بيقول أبعدت عني معارفي زي ما شوفان دلوقتي قصة الأبرص يعني ممنوع حد يقرب منه في العهد الأديم الحال فيه أشخاص بيمروا في ضيقات وألام في هذه الأيام والأيام والمواقف بتبين من هو الصديق الحقيقي تلاقي الناس انفضت من حواليك واللي كان بيدعمك انفض من حواليك وتبقى أنت واحد ومنبوز ووقف لوحدك كأنك أنت يعني سبب بل وليهم وعد وليهم يوم ما تختبر الوحدة تذكر أن المسيح أيضا عند الصليب هرب حتى أحباؤه مش بس الأمة اللي عمل معها الخير والإحسان رفضوه سلموه ده حتى أحباؤه تلميذه كلهم هربوا وتركوه عند الصليب لو أنا بكتاس في هذا الظرف لو المشاهد الكريم بكتاس في هذا الظرف يتذكر شخص المسيح الذي انفض من حوله الكثيرون وتركوه وحيدا لكن لما يترك من الله ورفقة الله يعني نقدر نشوف صورتين لما المسيح في بستان جاستيماني كان محتاج كإنسان نقولها طبعا بكل احترام انتظرت رقة فلم تكن معزينة فلم أجد طرب من التلاتة اصهروا معي اصهروا صلوا عشان نفسكم اصهروا معايا لكن بكل اسف ثلاث مرات يرجعوا يلاقيهم نياما يعني مش قادرين اما قادرتهم يعني يا بوتوس انت قلت اموت بدالة طب بلاش تموت بدالة اصهر معايا ما حصلش وبعدين لما جم أبضوا عليه تركه التلامس كلهم وهربوا دي صورة محزنة من الرجالة الستات في الحقيقة طلعوا اجدع وكويسين وكانوا عند الصليب لكن انا اعتقد ان العسكر القسات القلب ما سمحوش للستات انهم يقربوا عشان كده انا ارى انهم كانوا واقفين من بعيد هم عايزين يقربوا عايزين يقدروا يعملوا اي حاجة لمعبود القلب لكن الناس الاشرار ما خلهمش وده اللي بيقولوا هنا ابعدت عني محبا وصاحبا معارفي في الصدمة عدد عشرة بنشوف قد ايه نظرة مؤمن العهد القديم بالموت نظرة قاصرة فلعلك للأموات تصنعوا عجائب اما الأخيلة او الأشباح تقوم فتمجدك لكن في الحياة نحن مؤمن العهد الجديد النظر اختلفت تماما لأن الرب أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل ونفهم أننا وإن كنا في الحياة نسبح الرب لكن الموت لا ينهي التزبيح لكن سيستمر التزبيح في مكان أفضل بكثير يبطل شدوي حينما يصحق كوز الزهبي لكن شدوي في السماء سيبقى يالي طربي يعني تكميلا لكلام حضرتك أخي عادل في بعض المصطلحات التي تصف حالة الموت لما بيقول هل يحدث في القبر برحمتك أو بحقك في الهلاك الموت والقبر يعتبر هلاك انتهاء خلاص ما فيش أي فرصة أخرى لعودة الحياة وكل الأمال قد دفنت وانتهت فأطلقوا عليه الهلاك وبعد كده هل تعرف في ظلمتي عجائبك ويبروك في أرض النسيان لكن في ضوء العهد الجديد بعدما أنار لنا الحياة والخلود الحياة حتى الأجساد عندما توضع في القبور الكتاب الده مصطلح محترم لما قال يزرع يزرع في فساد آه واللي بيزرع ده هيقام قريبا جدا ما فيش واحد بيزرع حبة عشان ينساها إلى الأبد لكن من يزرع يزرع على رجاء يعني ترقد الأجساد مطمئنة على رجاء والأرواح مع الأنفس ستكون مع الرب وذاك أفضل جدا نظر مختلفة تماما عن العهد القديم للموت لكن إيه اللي أزال الرعب من الموت موت المسيح الصليب بموته أباد الموت وبقيامته أعلن النصرة ويقول لنا بوليس في تيموساوس التانية الأصاح الأول المسيح مخلصنا الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود وسطة الإنجيل حتى مؤمن العهد القديم زي هيمان كان يخاف من الموت زي حزقية اللي حول وجهه وقعد يبكي يقول كاتب العبرانين العبارة الرائعة الجميلة اللي بتحرر ناس كتير من الخوف من الموت إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهم لكي يبيد بالموت وضع الأساس لإبادة ذاك الذي له سلطان الموت الذي يرعب الإنسان من الموت والذي يشتكيه عندما تأتي لحظة الموت في نظرة جميلة تذكرتها لما كان يعقوب قاعد عمره كله بيبكي يوسف وظن أن يوسف انتهى والعبارة هو كان يعيها تماما بيقول يوسف مفقود الحال يوسف ما كانش مفقود يوسف مفقود في ذهنك لكن الوقت اللي كان بيبكي فيه يوسف ويظن أنه مفقود كان يوسف جالسا على عرش مصر الصورة مختلئة الواقع مختلف ولو هاخد فكرة من هذا الموضوع لأحبائنا المتألمين في هذه الأيام اللي ربما يكونوا فقدوا زويهم وقالوا عليهم فلان الفقيد لا ما عندناش فقيد الحياة ما فيش واحد من أولاد الله يتقال عنه فقيد ونحن نبكيه هنا هو يكون مع المسيح وقال بوليس وذاك أفضل جدا فليه نعمل زي يعقوب وإحنا مشايفين الواقع اللي فيه حالة الإخوة والأخوات اللي سابونا وراحوا عند الرب درب أما أنا فإليك يا رب صرخت وفي الغدات صلاتي تتقدمك لماذا يا رب ترفض نفسي لماذا تحجب وجهك عني أنا مسكين ومسلم الروح منذ صباي احتملت أهوالك تحيرت علي عبر سختك أهوالك أهلكتني أحاطت بيك المياه اليوم كله اكتنفتني معا أبعدت عني محباً وصاحباً معارفي في الظلمة في بداية القسم الثالث والأخير من هذا المزمور الذي يبدأ من عدد 13 لآخر الأصحاح نقرأ عن الصرخة للمرة الثالثة في المزمور المرة الأولى في عدد واحد بالنهار والليل صرخت أمامك المرة الثانية في عدد اثنين أمل أذنك إلى صراخي المرة الثالثة في عدد 13 هنا أما أنا فإليك يا رب صرخت وأعتقد أن من يصرخ هو يستغيث في ظروف صعبة ومحن قاسية عندما يكتز المؤمن في ألام صعبة وظروف قاسية مش بتبقى صلاة الصلاة العادية أو صلاة الغناء وزي ما بنقول لكن قيل أن أقوى الصلوات هي الخارجة من أعمق الإحتياجات علشان كده بنشوف هنا شخص يصرخ إلى الله متوسلا إليه يقول هذا التعبير وفي الغدات صلاة تتقدمك في الغدات يعني الصباح الباكر وما أجمل أن يكون لنا هذه العادة الجميلة أن نبكر لنقضي وقت من الخلوة لنتحدث فيه إلى الله وأعتقد أني كانت واحدة من عدات المسيح الجميلة أنه يبكر جدا في الصباح لكما يقضي وقتا مع الله أبيه فأتمنى أن يكون هذا طبع حياتنا نبكر لنقدم صلوات لله عدد 15 أنا مسكين ومسلم الروح منذ صباح في الحقيقة تكرر كتير قوي عن المسيح في المزامير أنه مسكين يعني مثلا مزمور 22 أنا مسكين قلاصك يا رب فليا يرفع ولما نوصل لمزمور 40 أنا مسكين وبائس مزمور 69 أنا مسكين وكئيب في مزمور 108 عنوانه صلاة لمسكين إذا أعيا لما نروح لمزمور 109 لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه لكن فيه وسط هذه الجمهرة من الحديث عن المسكين يجي مزمور 41 مهم جدا طوبة للذي ينظر إلى المسكين ناس كتير متعثارة من الصليب أتمنى أن يكون المشاهد مش واحد منهم فإحنا شرحنا أن الغضب استقر على الرب لكي ما يستقر علينا نحن الرضا هو صرخ من أعماق الألم على شخطر إحنا نرنم عشان كده لا تتعثر من الصليب صحيح الصليب بيسبب عثرة لغير الفاهمين لكن لمن يعرف الله أنه بار وقدوس ولا يمكن أن يسامح دون أساس يعرف أن السر سعادتنا هي ألام المسيح فوق الصليب عشان كده انظر إلى المسكين نظرة إيمان وكل من ينظر إلى حية النحاس يحية وكما رفع موسى الحية في البرية كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدا الحقيقة الأعداد دي بترسم لنا صورة الأحداث الثلاث ساعات الظلمة الرهيبة اللي كان فيها ابن الله نائبا وبديلا على الصليب لخي الحبيب يوسف أشار إلى إنه المسكين لكن بيقولي وهو المسكين هل عانى من الرفض والترك وحجب الله وجو عنه هذا ما تم لما بيقول لماذا يا رب ترفض نفسي لماذا تحجب وجهك عني كان ليه حق المسيح يصرخ هذه الصرخة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تركتني أو سبقتني أنت ليه تركتني؟ وده غريب جدا لأن المسيح بيعتبره ابن الإنسان الكامل هو الرجل رفيق رب الجنود بحسب لغة الرمز في تكوين 22 إسحاق وإبراهيم فذهب كلاهما معا لكن في الوقت اللي فيه المسيح هيكون حاملا أثامنا ومعصينا الله تركه ده معنى كلمة حجب وجهه عنه ده اللي خل المسيح يصرخ هذه الصرخة يمكن الإجابة جاية كمان في مزمور 22 لما بيقولوا أنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل أنت قدوس وأنا في هذا الوقت نائبا وبديلا حاملا الأثام والمعاصي من حقك أنك أنت تحجب وجهك عني فالمسيح ترك من الله حجب الله وجهه عنه المسيح مسكين ومسلم الروح منذ صباح احتملت أهوالك تحيرت جاءت الضربات على شخص المسيح استيقظ ياسيف على رعية على الرجل الرفيق اضرب الراعي علي عبرة صختوك صخت له الغضب جاء على المسيح أهوالك أهلكتني أحاطت بك المياه اليوم كله وإحاطت المياه بشخص المسيح المياه بتتكلم عن الضيق لما يقول دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني عرف لما يحيط بك المياه من كل ناحية ده التعبير الحرفي لمعنى كلمة صبغة أو معمودية التي قالها المسيح عن ألم الموت عن ألم الصليب صبغة ينبغي أن يصطبغ بها المياه أحاطت بالمسيح من كل ناحية غضب الله أحاط بالمسيح من كل ناحية كل ده ليه؟ لأنه في ذاته كان حاملا أثامنا ومعصينا على الصليب مش استحقاق لكن على مبدأ أنه البديل والنائب الرب قد وضع عليه اسم جميعنا كمان بعد أنا مسكين اللي اسمعناها ومسلمن الروح منذ الصباي وإذا اعتبرنا أن دي لغة الرب يسوع بيصف هنا كل توجه حياته من وجوده في الرحم إلى أن أسلم الروح هو المتكل على الله في كل الدقائق الصغيرة والكبيرة تأثر فينا كتير كلماته في مزمور 22 لله لأنك أنت جذبتاني من البطن جعلتاني مطمئنا على سدياي أمي عليك ألقيته من الرحم من بطن أمي أنت إلهي وكأنه بعد كده يقول له طيب لما أنا متكل عليك على الطول كده لا تتبعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين اختبار جلجوسة كان اختبارا فريدا يعني المسيح لم يعتد إطلاقا على أن يترك من الله بالعكس مزمور 91 يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت آخر المزمور محه أنا في الضيق المسيح في يوحنة 16 قال لتلاميذه هتيجي الساعة تتفرقون فيها وتترقوني وحدي بس أنا مش وحدي لأن الآب معي لكن لما راح إلى الجلجوسة وفي ساعات الظلمة الأمر اللي عدد كبير حتى من المسيحين مش فاهمين كنه ولا معناه لماذا ظلمة لأن الله انسحب من المشهد وده كان أقصى شيء لم يصرخ المسيح من الجلدات وهي رهيبة لم يصرخ المسيح من دق المصمار في إيديه وفي رجليه وهو شيء يفوق ألا يعني إمكانيات البشر في التحمل لكن صرخ عندما ترك من الله وعشان كده إحنا بتشوف هنا في هذا المزمور الترك من الله وهو اختبار ثريد بالنسبة للمسيح الذي من الأزل وإلى الأبد لم يتخلى الله عنه إلا في ساعات الظلمة الثلاثة لماذا يا رب ترفض نفسي والإجابة لكيما يتم قبول هؤلاء المرفوضين نظرنا لماذا تحجب وجهك عني لسبب بسيط علشان نستطيع نحن عن طريق الإيمان بالمسيح أن نعاين وجه الله به وتأف وأن يتم فينا ما قيل نرى مجد الله في وجه سواء المسيح مفارقة بين جلجوسة وبين استفانوس في موته لما نقرى الوصف في سفر أعمال الرسل الأصاح السابع أول شهيد في المسيحي هو استفانوس يقول أنه هم حنقوا بأسنانهم صروا بأسنانهم عليه وحنقوا بوجوههم وجروا خارج المدينة وبعدين أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس اللي أنا عايز أقوله أخذ من كلام الأخ عادل أنه المسيح احتمل كل هذا المرار آدي الشهيد أول في المسيحي بيموت إزاي مش بمرار لكن كان وهو ممتلئ من الروح القدس رأى السماوات مفتوح ورأى يسوع قائما عن يمين الله وماذا قال قال ها أنا أرى ابن الإنسان قائما عن يمين الله وعندما دعا الرب قال له أيها الرب يسوع اقبل روحي ما فيش رعب من الموت رغم أنه بيموت مرجوم وده شيء رهيب وبعد كده جث على ركبتيه ورقض يلا الفارق بين ما احتمله الرب وبين موت أول شهيد في المسيحي ثلاث مرات نقرأ عن الظلام في هذا المصمود عدد ستة وضيف عليهم ستة كمان يبقى عدد اتناشر وضيف عليهم ستة كمان يبقى عدد تمنتاشر يبقى ثلاث مرات بنقرأ عن الظلمة وده اختبار لم يختبره المسيح لأنه ساكن في نور لا يدنى منه لابس النور كتب ماله مال الظلمة في الحال الظلمة دي أنا لي علاقة بيها احنا كنا في كورة الموت وظلاله لكن شكرا لله احتمل الظلمة لكي ينقلنا إلى نور الله العجيب هل تعلم عزيزي المشاهد أن تعبيرات مثل قال الله تكلم الرب هكذا قال الرب ترد في صفحات العهد القديم مئات المرات هذا يعلن بكل الوضوح أن الله عبر صفحات العهد القديم يبغي جدا أن يتواصل مع البشر عن طريق الوحي الإلهي أدعوك أن تستمتع بدراسة العهد القديم من خلال برنامج فاحصين الكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر